بعد الانتهاء من عملية تنزيل الملف نقوم بفك ضغطه عن طريق النقر وإذا كنت تريد تغيير المساري يمكنك تغيير المساري من البراؤز والضغط على إكستراكت بعدها سوف نقوم بالنقر على أيقونة الست أب لبدء عملية تثبيت قواعد بيانات أوراكيل نقوم البرنامج الآن بفك ضغط الملفات لتجهيز عملية التثبيت لتنزيل أوراكيل داتابيز 11G Express Edition نضغط على Next ثم أكسبت للايسنس إذا أردت تغيير المسار الانستيليش يمكنك تغييره من هنا ثم يمكنك هنا أن تضع باسورد خاص بالسيس والسيستيم أكاونت وهما عبارة عن حسابين صاحباء الأعلى الصلاحية في قواعد البيانات سأقوم بكتابة باسورد يتكوه من S Y S ثم الضغط على Next سوف يقوم بعملية الإنستيليشن للأوراكيل كومبوننتز الظاهرة أمامكم سوف نعود حال ما ينتهي من عمليات السيت أب سوف نعود حال ما ينتهي من عمليات السيت أب سوف نعود حال ما ينتهي من الأوراكيل